هكذا ازدانت القدس العتيقة احتفاءا بعيد الميلاد المجيد وهكذا تتسامى القدس على جراحها وهي تجسد نموذجا حقيقيا للتآخي بين الأقصى والقيامة رغم تضييقات الاحتلال ومستوطنوه ازدانت القدس العتيقة بأنوار عيد الميلاد المجيد وتلونت بألوان بتناسق حالها إلى ما يشبه متحفا فنيا امتزجت فيها عراقة المكان بقدسية المناسبة وأبرقت إلى العالم رسالة سلام من مدينة السلام احنا كأبناء حورة النصارى منحب نعيد على كل أبناء شعبنا بمناسبة هذا العيد هذا العيد كان حلو بس صادفتنا مشكلة صغيرة أنو اتزامن عيدنا مع عيد الحنوكاو صار فيه شوية تديقات علينا بس رغم كل هذا قدرنا نعيد وننبسط وكل عام وانتو بخير أما أسواق العتيقة فقد غصت بزينة الميلاد وتسابق المحتفلون لشراء ما يلزمهم من زينة العيد على وقع تراتيل تمجد السيد المسيح تقوس تحمل دلالات مهمة على تمسك المقدسيين بمدينتهم كمسلمين ومسيحيين فيه يعني فيه تكافل اجتماعي بيننا وفيه محبة وإخوة وطبعا كثير المسلمين بروحوا للأديرة بيهنوا طبعا الكنائس بإعياد الميلاد المجيدة وبتصير احتفالات ونشاطات بتزيد في البلدة الأديمة يعني بيكون فيه مرات أسواق شعبية بيعملوها بمها المناسبة كثير ناس بيزوروا بعضيهم بهنوا بعضيهم بعيد الميلاد المجيد وطبعا احنا بنتمنى بهذا العيد أنه يتحقق السلام ويتحقق الاستقرار لشعبنا الفلسطيني أجواء تعكس مظاهر الحياة التي يصر الفلسطينيون مسيحيين ومسلمين على عيشها بتفاصيلها في مدينة القدس التي تعيش حالة متناقضة بين أعياد تتماهى مع هوية المدينة وقداستها ومناسبات لأغراب عن تاريخها تفرض بقوة السلاح كعيد الأنوار أو الحنكة وعنوانه التضييق والانتهاكات ليالي عيد مدينة القدس